منها مفطرات متفق عليها كالأكل والشرب والجماع هذه مفطرات كبرى المفطرات والمفطرات باب واسع تنقسم الأقسام نعم مفطرات حسية ونعم مفطرات معنوية ومنها مفطرات متفق عليها كالأكل والشرب والجماع هذه مفطرات كبرى النسان إذا صام لا يأكل لا يشرب يتعمد يعني الأكل والشرب أو يجامع أهل في نهار رمضان كل هذا من المفطرات الكبيرة وفيه من المفطرات أيضا التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة قال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم وهو أصح من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم أيضا حتى ذكر أنه في النسك فدل على أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم واضح والمراد بالحجامة إخراج الدم الكثير من البدن لأن الصيام يحتاج الصائم إلى قوة بدن ليتحمل عدم الطعام والشراب فإذا خرج منه الدم خلاص انتهكت قوة وشدته على الصيام فيضعف في العبادة فلهذا تجد بعض الناس إذا مثلا أخذ منه دم أو شيء أنه خلاص مجرد ينام وينتظر فقط الإفطار ولهذا نهي أن الصائم يحتجم ومثله سحب الدم سحب الدم نوعان إما بالإبر اللي تسمى براويز هذا اللي تأخذ حيزا كبيرا وكمية كبيرة من الدم هذا تضعف البدن ولهذا يقرب شيء للحجامة وأما التحليل الخفيف اللي وخزات هذه كالسكر ونحوه إذا كان يخرج شيء خفيف فلا يؤثر إن شاء الله طيب الحين هذا في الغذاء الطبيعي كونك تتناول الغذاء الطبيعي الإبر الإبر الناس المرضى اللي في المستشفيات عندهم الإبر نوعان إبر مغذية توضع تغذي البدن تقوم مقام الطعام الشراب تصل للمعدة فهذه مفطرة وإبر دوائية في العوان هذه ما تفطر على الصحيح من أقوال أهل العلم طيب اللي بيتناول مثلا الجرعة الثالثة التنشيطية الكورونا تفطر أو لا تفطر نعود إلى القاعدة إنه ليست إبر غذائي هي إبر دوائية فهي إن شاء الله لا تؤثر على الصيان هذه باختصار ومن المفطرات القي القي والقي له طريقتها إما أن يخرج غصبا عنك يسميه العلماء ذراعه القي يعني كثر السحور وأتخم فيعني صالت كبده كما يقولون أو معدته فاستفره بدون إرادته فعلا لا شيء عليه ويتم صيامه ولا يفطر أما من تعمد إخراج الطعام من معدته أو بطنه بفعله كأن وضع أصبعه أو أي أسلوب آخر ليستقي عمدا فهذا يفطر عليه القضاء إذن هذين نوعا الحديث صريح في هذا من ذرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم شكرا للمشاهدين